اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك المحبوب كما يرضيك ويرضيه وحببه فينا وزدنا محبة فيه وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين عصى إبليس الأمر الإلهي بالسجود لآدم وظل يلتمس الأعذار إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيه من السجود لآدم وما فتأ يتذرع بطاعته وعبادته لله تلك العبادة التي لم يعبد الله بمثلها ملك مقرم طرد الله إبليس المتكبر من حضرته طرده من رحمته فحقد إبليس على آدم حسده أولا ثم حقد عليه وأصبح شغله الشاغل كيف يقضي على آدم وكيف يضل لي سؤال يا سيدي تفضل يا حسان كيف أصبح اسم هذا اللعيم إبليس بعد أن كان اسمه عزازيل سؤال مهم معنى إبليس هو المطرود من رحمة الله أو اليائس من رحمة الله فالحق سبحانه حكم عليه بهذا الحكم عندما استكبر ولم يبد ندمه وتوبته في حين أن آدم بعد أن عصى الله وأكل من الشجرة ندم وطلب التوبة من الله فتاب الله عليه هذا عن إبليس فماذا عن آدم؟ وما معنى اسم آدم؟ آدم اسم مشتق من أديم الأرض فهو مخلوق من هذا الأديم وهو التراب فسماه الله آدم والآن نستأنف حديثنا الذي كان عن خبر السماء وما حدث فيها من خلق آدم وسجود الملائكة وعصيان إبليس فماذا عن خبر الأرض؟ دعونا نرى ماذا كان يحدث فيها؟ لقد اجتمعت بكم الليلة لكي أحذركم مما سوف يحدث في الأيام القادمة ما الذي سوف يحدث يا كبير الجن؟ لقد حلت لعنة الله على عزازيل وتريض من السماء وسيمكث في الأرض بعد أن كان وسط الملائكة مقربا إلى الله ومن الذي ارتكبه عزازيل حتى يطرد من هذه المكانة العالية؟ أنا لا علم لي حتى الآن هذا ما تلقفناه من أخبار السماء وإن اسمه أصبح إبليس مؤكد أنه ارتكب جريمة كبرى استحق عليها هذا العقاب إبليس هذا أحذركم من أشرار الجن الذين قد يتبعونه فيفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء كما حدث من قبل فكان العقاب من رب العالمين وما عسانا نفعل يا كبيرنا؟ سيحاول أبليس أن يغويكم ويتسلط عليكم فاحترسوا فنحن لا نعلم حتى الآن كيف أجرم في حق الله وكفانا حرباً بين بعضنا البعض فقد يكون عقاب الله في هذه المرة أكبر وأشد إني في شوق كي أعرف ما حدث لهذا الإبليس هذا الذي كان يتفاخر علينا بمكاناته عند الله ويتكبر علينا ها قد ترد مدؤوماً مضحوراً كفوا عن هذا العبث وانتبئوا لما يحيق بنا من أخطار وليرحمنا الله ويقينا شر الغواية والضلاعات ترجمة نانسي قنقر أراد الله تعالى أن يعلم الملائكة حكمة خلق آدم عليه السلام فسألهم عن أسماء بعض الأشياء فردت الملائكة بتنزيه الله وأنها لا تعلم شيئاً وكان الله قد علم آدم الأسماء كلها فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم آدم فأدركوا حكمة الله سبحانه وأن هذا المخلوق الترابي قد استحق التكريم منهم بالسجود له خلق الله آدم وحيداً ثم خلق من أجله حواء ليسكن إليها وتؤنس وحده ثم قال الله له اسكن أنت وزوجك الجنة نعم سيكون آدم سعيداً في الجنة هو وزوجه فليس في الجنة تعب ولا جمع ولكن الله قد حذره أن يقرب من هذه الشجرة أو أن يسمع كلام إبليس فيخدعه لأن إبليس يحسده وهو عدو له ولزوجه اشتركوا في القناة أين كنت؟ هل علمت بما حدث من أخبار السماء؟ نعم علمت لقد حذرنا سمية من عزازيل بعد أن طريض من السماء وهبط على الأرض لم يعد اسمه عزازيل بل إبليس اسمه إبليس أيًا كان اسمه لن نحكم علي حتى نتبين أمره فقد يجمع شملنا مرة أخرى بعد أن تفرقنا في الأرض